حدثنا عبيه الله من سعيد الحق من ونصورين في الأرمان الرحيم قال عبيه الله حسدنا من عباد القيسين قال حسدنا من زمين قال أخضرنا من زمين أن وسين عجابي من عبد الله قال عن الروض قال قال رجل يوم القيامة عم تداوك فانظر أي ذاك فوق الناس قال فتدعلوا من بأوثانها قال وما كانت تعمد الأول فلاور ثم ياتينا ربنا بعد ذلك فيقول من طوم قضي ومن طرنا ننظروا ربنا فيقولنا ربكم فيقولنا حتى ننظر إليه قال فينطلوا لي ويستجعون ويعطى كل إنسان من منافق أو من نورا ثم يستمعون وعلى جس جان كلاديل وحسد تأخذ من شاء الله ثم يطلوا نور المنافقين ثم ينظرون لنا فتنجوا أول زم روجهم كالقل وليس البدن ثم عن الفتاة يحافظون ثم الذين عينهم كأضواء نجم في السماع ثم كذلك تعل الشفعة ويشفرون حتى أخرج من النار وقال لا إلى الله وضعنا في قلهم ينطلوا ما يذنوا شعيرة فيجعلنا بثناء الجنة ويجعل الجنة يربشون عليهم لنا حتى ينبثون بعد الشيط في السيط ويذهب حرقانهم ثم يسألوا حتى تجعلهم الجنة وعندرة أمثالها معا قال حزثنا أبوك أبوك النبي ش向ر سأبوك أن أصمع جابريا يخذ فنع من النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه يقول إن الله يحضر لناتا من النار ويدخلهم الجنة احزتنا أبو الربي قال حزثنا أحمد بن ذني قال خذ العمن بناء لن أسمع جابريا من عبد الله ويحذب ذو حرصوا بالله صلى الله عليه وسلم عن الله يحضر لزوج قبل من النار في الشفعة قال نعم قال حسسنا حزار بن الشعر قال حسسنا أحمد بن زميدي قال حسسنا طيف نسل من عملي قال حسسنا يزيد من الفقيق قال حسسنا يا ابن عبد الله رضي الله وعنه قال قال رسول الله قال الله وعي فالأمنا قلنا يخرجون من الجنة يحترقون فيها إلا دارت وجوههم حتى يتخلون الجنة قالوا حسّثنا حسّاب بنشعق قال حسّثنا نفضي من ذوك قال حسّثنا الله عظمي علي محمد بن عيوس قال حسّثني أذي للفغل وقال قمت شرفني راي من نظائي الطوارب فخرجنا في عصابته زوّي عبد يريدها من حجّة ثم نخرج على المناط قال فرمنا على المدينة فإذا جاولنا عبد لا يحدث القرن جالي في الأسالية مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو قد ذكر الجهنميون فأسروا يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثونه والله يقول إنك فمن تصل النار فردك زيتا وكل ما أراد يأتوز منها وعيدوا فيها فالسما هذا الذي تقول قال فقال هتفروا الغران قلت نعم قال فسمعت بما قال محمد عليه السلام صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعث الله يقول سمعا قال فإنه محمد عليه صلى الله عليه وسلم الذي يخرج الله بيمن يخرج قال قال ثم نعت وضع الضضاف ومن رنات عليه قال وقف ولا كون أحفظ ذلك قال غير أنه قد دعم أنهم يخرجون من النار بعد يكونوا فيها قال أعلم فيخرجون كأنهم عيدا من سماة قال فلقلنا أرى من أنهار وغيرنا في يختشون فيه فأخرجنا تعمل من طراطين فرجعنا فرجعنا قلنا ويحكم أترونها الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا فلا والله ما فرجع من غير رجل واحدنا وكما قاله معي نعم في هذا هذا الحديد في دهايذ نجاد ربي الله دليل على الخوارج الذين هم عبارة عن نموذج لكل إنسان يتكمل في الوحيين الشريفين برأيه من غير رجوع أهل العلم فإن جامل يقول أن النبيون هؤلاء الذين يكونون من المسلمين موحدين لكنهم يعذبهم الله عز وجل على ذنب العملوه ثم يخرجهم من النار فقال ذلك فقال يزيد الفقير والفقير هذه المقصود بها أنه كان عنده وجعه في ظهر الفقير يعني المقصود بها فقرات الظهر وليس الفقير من أطبال هنا فيقول بأنه كنت أرى رأيا من رأي الخوارج كان يكفر الموحدين بالذنوب فلما سمع كلام ذين جامل في الجهانبين والنظار يكريهم قال كيف تقول والله عز وجل يقول إنك ما تبصني النار فقد أخذيته وهذا الذي جاء في قول من تبصني النار فقد أخذيته هذا المتعلق بالكافرين وليس يتعلق بالموحدين فأولئك المبتدعون دائما يأتون بآيات متعلق بالكافرين فيجعلونها المؤمنين وكذلك في الترهيب والترهيب تجد أن الوعاب عندما يراهبون الناس يراهبونهم بآيات الكفار ويأتون بها ويسقطونها على المؤمنين ترهيبا لهم ولو أنهم رغبوهم بفضل الله لأحبهم أي لأحب الناسهم ولأثمر ذلك السب في قلوبهم ولل كان ذلك علاقة موسطة بينهم وبين ربهم بدلا من أن دائما تطبي فيه أحد لأنه مرعب وأنه منفع تستطيع أن تكني في قلب محبة لهم نتقضي أنه كريم وأنه مضاب حتى مكثرة ما أسمع الإحساني أستحي منهم لكن الوعاب لم يتربوا على هذا لما تربوا على التخويص فقط والأحديد الموجودة في السنة تدل على ذلك هذا الرجل الذي أراه الله صغار الظنوب وقال له لك بكل سيئة حسنة مع أن الرجل سيئات ومكتوبة لن يستغفر منها ولن يجب عليها الله سيحسبه عليها سيعذبه عليها لأنه قال له أنا جعلت لك مكان كل سيئة حسنة فهذا الفضل أعجل من العجل ومع ذلك لا يقضي نسمح هذه الحديثة التي تربي وحب الله وتعامل بالله والكريم ويستعي حب الله حتى يتعلق اللاس بالله من خلاف المكاته الذي أخضر عن نفسه بها سبحانه وتعالى قلت أبو كابلت بضيير بن حسينة ومحمد بن عبد الله رب والله وبله بلا بي تابه قال حتى تنابو عوانة عن قدر فعنة بن وارس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع الله الناس من قيامة فيختمون لذلك وغلاله عبيره فيلهمون لذلك فيقولون لون استشفعنا على ربنا حتى يمسون